السلطات العرقية أعلنت هذا لحد تنفيذ أحكام الاعدام بحق 36 مداناً بارتكاب متزرة سبيكر في عام 2014 وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى قاعدة عسكرية قرب مدينة تيكريت في شمال العاصمة بغداد حيث تم اختطاف 1700 عسكري ومتدرب في 2014 قبل اعدامهم في متزرة تبنها تنظيم الدولة الإسلامية وقد نفذت أحكام الاعدام شنقاً في سجن الناصرية بحضور وزير العدل العراقية ومحافظ محافظة ذيقار وكانت السلطات العراقية قد عثرت على المقابر الجماعية لضحايا متزرة سبيكر في تيكريت في مارس 2015 يأتي تنفيذ أحكام الاعدام في حق المدانين في متزرة سبيكر بعد أسبوع من نقلهم إلى سجن الناصرية الأسبوع الماضي في عقاب مسادقة الرئيس العراقية ومحكمة التمييز على أحكام الاعدام وقد تم اعدام المدنين بحضور عشرة الأشخاص من ذو الضحايا